اشتركوا في القناة وكما ان هناك مجموعة من الاحاديث النبوي الشريفة تشير الى سنية الاضحية لا الى الوجوب وان كان هناك البعض من علماء المالكية كابن ابي زيد القرواني في رسالته قال الاضحية سنة واجبة على من استطاعها وعبر بكلمة واجبة للدلالة على تأكيدها او للاشارة الى ان هناك رواية روية عين امام المالك بوجوبها لكن قول الجمهور وما يستفاد من المجموعة من الاحاديث انها سنة على من استطاعها سنة العيد العيد الاضحى ينبغي ان تبقى مسألة تعبودية نتعبد بها الله سبحانه وتعالى ونتقرب بها الى الله عز وجل وينبغي ان لا نخرج بها عن المقصد الذي من اصله او من اجله وضعت فهذا التباهي في الحقيقة وقع وهذا الافتخر وهكذا في الحقيقة وقع هناك من يحتج يقول بانني انا خصر ناخذ باهيمة كبيرة من البقار او من الغنم او من كذا وهنا هذا من يقول انا في مرض سكريات او لك من يدعي هذا هذا كله لا حجة فيه على ان يصبح الانسان ويختار الشيء الكثير ليضحي به هذا ليس لماذا لانه ينبغي له ان يبقى في مسألة تعبودية يعبد بها الله عز وجل اذا ما نرجع الى التفاضل الى التفاضل في الاضحى فمثلا نجد ان افضل الاضحية في الاجر في التوع عند الله عز وجل هو فحول الضأن اي الغنم فحول الضأن افضل من خصيانها وخصيانها افضل من اناتها واناث الضأن افضل من ذكور المائز واناتها وذكور المائز اي فحولها افضل من اناتها واناتها افضل من البقار والابيل فكانت بالنسبة للاضحية هذا بهذا التفاضل فينبغي الانسان ان يحترم هذا التفاضل وانما يستحب له فان وجد من المساكل من هو في حاجة الى اللحم فيستحب له ان يتصدق بثلث بهيمته التي ضحى بها وان لم يكن هناك مساكل ولم يكن هناك فقراء فلا اشكال الاجر عند الاضحى اجر كثير لان القيام بالسنة معنا فيها امتثال امر الله عز وجل اجابة ما امر الله سبحانه وتعالى به وتطبيقه وفيها ايضا احياء لسنة ابراهيم خليل عليه السلام التي احياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي ترك الاضحية له انواع او له اتجاهات متعددة قد يكون هذا الانسان الذي ترك الاضحية ولم يضحي انه مثلا جهلا بمكانتها وبفضلها عند الله عز وجل او انه قد يكون قد تركها اه يعني او يكون قد تركها يعني لانه هناك عدد كثير من الصحابة ردوان الله عليهم اجمعين كانوا يتركون عيد الاضحى وهم يستطيعونه لماذا لانه كانوا يقولنا نحن قدوة وخوفا من ان يفهمها البعض بانها واجبة ولكن نحن لنا العمل بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته ما ترك اذا الاضحى فضح صلى الله عليه وسلم الى ان لقي الله عز وجل وهو في كل سنتين يقوم بهذه السنة السنائين وهو يقوم بهذه فلذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا نضحي ونشارك المسلمين وان لا حرم من ازرها ومن فضلها هذا هو الذي حكمه انه يحرم من ازرها ومن فضلها وكيف انه لم يذبح ويصلي مع الناس اذا فلابد كما قال الله عز وجل فصل لربك وانحر انسان يذبح في وقت الاضحى بعد ذبح الامام بعد ذبح الامام معنا على لا بد من ان يتحرى صلاة الامام وذبحه ثم يذبح وهناك من قد يكون ليس لهم امام عندهم فليتحروا صلاة اقرب الامامة اليهم ويتحروا ذبحه ثم يذبحه والمقصود به صلاة العيد في تلك المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا